يشرفني يا سيدي أصالةً عن نفسي ونيابةً عن العلماء المشاركين كافة في المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين بشأن أفغانستان وبإسم منظمة التعاون الإسلامي أن أرفع لمقامكم الكريم جزيل الامتنان لتفضلكم رعاكم الله بالتوجيه باستضافة هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية وبجوار الكعبة المشرفة قبلة المسلمين ومحوى أفئدة مليار وسبعمائة مليون مسلم سعياً من المملكة العربية السعودية بقيادتكم الحكيمة وسموي عضدكم الأمين الأميرة محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود لتحقيق الأمن والسلام في ربوع أفغانستان سيدي خادم الحرمين الشريفين أن هذا المؤتمر يهيئ منصة جامعة للعلماء لمناقشة هذه الأزمة من منظور شرعي بما يحقق الأمن والسلم والمصالحة بين مكونات وأطياف المجتمع الأفغاني كافة عبر الحوار والتسامي فوق الجراح ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تتنافى مع ديننا الإسلامي دين الرحمة والسلام والعيش المشترك وليعقبه إعلان مكة المكرمة الذي يؤكد على هذه المبادئ السامية فيكون خارطة طريق شرعية للوصول لحل سلمي في أفغانستان